اشتركوا في القناة يخلط غازي النيتروجين والهيدروجين للحصول على غاز النشادر صناعيا فان لو عملت التفاعل بتاعنا هيبقى N2Z3H2 هيعطي 2NH3 طبعا هنا هيخلط في ناء مغلق وبالتالي هيحصل اتزان ده شكل المعادلة بتاعياتنا بقول لي ما الغاز او الغازات التي توجد في وعاء التفاعل عند الاتزان طبعا التفاعل هيبقى تفاعل انعكاسي وبالتالي هيبقى المتفاعلات والنواتج في حيث التفاعل باستمرار يبقى النيتروجين والهيدروجين والامونيا يبقى موجودين في حيث التفاعل عند الاتزان يبقى الاختيار ألف صور رقم 42 بيقول لي ايا من الاشكال البيانية الاتية ويوضح العلاقة بين درجة حرارة ومعدل تفاعل بين درجة الحرارة ومعدل التفاعل احنا عارفين ان بزيادة درجة الحرارة هيزداد معدل التفاعل الكيميائي لان بتزيد طاقة التنشيط اذا العلاقة طردية مفيش عند علاقة طردية غير الشكل ألف بقى الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح صور رقم 43 بقول لي ايا من الاشكال البيانية الاتية يوضح العلاقة بين طاقة التنشيط ومعدل التفاعل احنا كنا بنقول لما بنضيف عامل حفاز اللي بيحصل العامل الحفاز يزيد من معدل التفاعل كنا بنقول ليه بتقول لي انه يقلل من طاقة التنشيط يبقى حضرتك دلوقتي لو طاقة التنشيط طليلة يبقى معدل التفاعل بتاعنا ايه سريع اذا العلاقة هتكون علاقة ايه عكسية ما بين طاقة التنشيط قلنا عشان يقلل ومعدل الايه التفاعل كل ما كان طاقة التنشيط للجزيئات قليلة كل ما كان سرعة التفاعل عالية يبقى الاختيار بتاعك هيكون جيم نروح للسؤال 44 بيقول لي هنا اذا وضعنا دورا به خليط متزن من غزاي N2O4 وN2 في ماء ساخن نلاحظ انه طبعا انت عندك N2O4 هيعطي لنا N2O2 طيب احنا عندنا هنا الكلام ده بيحصل امتى لو انت قلت تبريد التبريد بيجمع الجزيئات يبقى هنا كده التبريد بيجمع ليه الجزيئات فالتبريد يعطي لنا N2O4 تبقى التسخين التسخين هيعطي لنا N2O2 يبقى حضرتك هنا كده لو انا قلت التسخين هيعطي N2O2 بني محمر ومعادلة موجودة في كتاب المدرسة ودوان عديم اللون يبقى احنا لو احطنا في ماء ساخن هيصبح خلط التفاعل عديم اللون هقول لأ تزداد درجة اللون البني ايوة تزداد حدة اللون البني لانه يتكون N2O2 معادلة موجودة في كتاب المدرسة في تجربة اثر الحرارة على معدل التفاعل الكمية يبقى الإجابة بتاعتك ستكون بمباشرة يبقى اللون كما هو هيقوله لا اتقل حدة اللون سنذهب درجة L لنذهب بعد كده السؤال 45 40. بيقول ايه بقول لأيا من ما يلي صحيح للتفاعلات الطاردة للحرارة. التفاعل الطاردة لو انا عملت مخطط الطاقة بتاعه هيكون بشكل ده كده. طاقة النواتج قيل من طاقة مين المتفاعلات. بقول طاقة المتفاعلات اقل من طاقة النواتج اقول لا. طاقة تنشط التفاعل العكسي. اقل من طاقة تنشيط التفاعل الطردي. انا عندي ديت اسمها طاقة تنشيط التفاعل الطردي. وده اسمها طاقة تنشيط التفاعل العكسي. يبقى طاقة تنشيط التفاعل العكس اكبر. يبقى ده غلط برضو كمان. مروح لي جيم تتناسب قيمة الكيسي تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة. في التفاعلات الطردة للحرارة. قيمة الكيسي بتتناسب عكسي مع درجة الحرارة. اذا الاختيار هو الاختيار الصحيح طيب اثبت للكلام ده لو انا عندي تفاعل طارد للحرارة يعني مثلا متفاعلات زائد حرارة هو طارد للحرارة يبقى متفاعلات هنا شروط تفاعل هيعطي نواتج زائد الحرارة في النواتج طيب انا لو زودت درجة الحرارة ينشط التفاعل عكسي فالنواتج تقل فالكيسي تقل لو قللت درجة الحرارة التفاعل ينشط طارد فالنواتج تزيد فقيمة الكيسي تزداد يبقى حضرتك زودنا درجة الحرارة نشط التفاعل عكسي وقلت النواتج وقلت قيمة الكيسي يبقى درجة الحرارة زادت قيمة الكيسي قلت والعكسي صحيح يبقى الاختيار جيمزا ما احنا قلنا والاختيار الصحيح تأكد بقى ان ده الخطأ بقول عند امتصاص حرارة تزداد سرعة التفاعل العكسي عند امتصاص حرارة تزداد سرعة التفاعل العكسي في الاجابة هنا يقصد بامتصاص حرارة يعني سحب حرارة مص حرارة من وسط التفاعل يعني يسحب الحرارة من وسط التفاعل فينشط التفاعل في الاتجاه الطرد يمشي في الاتجاه العكسي يبقى الاجابة بتاعتنا جيم زي ما احنا قلنا وارح بعد كده لي السؤال رقم 46 واربعين بقول عند رافع درجة حرارة تفاعل بمقدار عشرين درجة في سرعة التفاعل احنا عندنا معلومة في الكتاب بتقول رافع درجة حرارة عشر درجات بتزيد سرعة تفاعل للضعف يبقى حضرتك رفعت عشر درجات زادت للضعف رفعت كمان عشرة زادت للضعف اتنين في اتنين باربعة يبقى تزداد الى اربع امسال تقريبا سؤال رقم سبعة واربعين بقول في التفاعل التالي ايه زائد بيه بيه زائد دي سرعة التفاعل الكيميائي كان بتساوي اثنين من عشرة مولر على الثاني فان سرعته عند رافع درجة الحرارة بمقدار تلاتين ادى اثنين من عشر رفعنا عشر درجات زادت للضعف اصبحت اربعة من عشر رفعنا كمان عشر درجات زادت للضعف اصبحت تمانية من عشر رفعنا كمان عشر درجات زادت للضعف اصبحت ستة عشر من مية يبقى حضرتك او واحد وستة من عشر عفو يبقى زادت لحد ما اصبحت واحد وستة من عشر يبقى الاختيار بتاعنا هيكون دال وروح بعد كده للسؤال رقم تمانية واربعين بقول لي اذا علمت ان ثابت الاتزان لتفاعل ما عند درجة حرار ربعمية بيساوى اربعة من عشر وستمائة درجة سليزية ويصبح ستة من مية فان هذا التفاعل هتقول كده برفع درجة الحرارة قلت قيمة الكي سي اذا الكي سي تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة اذا التفاعل تفاعل طارد للحرارة تفاعل طارد للايه للحرارة طيب بقول لي فهن هذا التفاعل ماص هنشيل اي حماص ده مصد غلط طارد للحرارة في الاتجاه الايه الطاردي ولا طاقة تنشيطه اكبر من ربعمية ولا طاقة تنشيطه اكبر من ستمية طبعا انا ما عندش حاجة بتدل على طاقة التنشيط في المثال فهنقول له التفاعل بتاعنا طارد لما بيكون شغال في الاتجاه لايه الطارد يبقى الاجابة بتاعتك بقى نروح بعد كده للسؤال رقم 49 تفاعل متزن سابت اتزانه كيسي بيس 4 فعند سحب النواتج من خليط الاتزان فإن سابت الاتزان يساوي مع سبوط درجة الحرارة 4 لان انت عارف ان الكيسي لا تتغير الا بتغير درجة الحرارة والراجل قال لي مع سبوط درجة الحرارة يبقى يظل قيمة الكيسي سابت واحد يقول له مستر يقول الكيسي بتساوي حصل ضرب تركيزات نواتج حصل ضرب تركيزات متفعالات كل المرفوع منها الاسس يساوي عدد الملات هقول لي تمام من لو سحبت النواتج ها مستر هقول ويوة النواتج هتقل فالمفروض قيمة الكيسي تقل هقول ماشي النواتج بتقل ولكن المتفعالات بتقل بنفس المجدار ليه لان كل ما سحب نواتج المتفعالات هتعطي نواتج تانية فالمتفعالات هتقل بنفس المجدار في عواضه بعض فتفضل قيمة الكيس يسد سعر رقم خمسين بل لديك اربع كؤوس زجاجية بكل منها 20 سنت متر من شريط من المغنيسيوم مع 100 ملي من محلول حمض الهيدروكلوريك تحت الشروط المدونة على كل كاس اي الكؤوس يكون بها اسرع معدل تفاعل طبعا انت عاوز مركز درجة حرارة عالية وعاوز شريط او عاوز تبقى ابرادة فهنا بقول لدرجة الحرارة 50 وتركيز 1 هنقارن هنا 50 وهنا 1 من 10 هنا التركيز يبقى مش نافع هنا 20 درجة الحرارة مش نافع هنا 20 درجة الحرارة مش نافع يبقى نختار له البكر دي يبقى بقول للمحلول ألف هو محلول سيوك بريتات السوديوم المائي المحلول باء هو محلول حمض الكهيدروكلوريك المخفر تمام بقول لعند خلط المحل ليني يحدث التفاعل التالي قطر خير بقول له هنا ايا من التعدلات الاتية على التجربة لن يؤدي الى ازدياد معدل التفاعل اضافة الماء الى المحلول بين طبعا اضافة الماء الى المحلول باء اللي هو حمض الهيدروكلوريك هو مخفف فهيزود التخفيف بتعرفها مش هيأثر فاحنا هنختار له ده طيب تعال بقى كده شوف تدفئة المحلول باء بحرص لو دفين يبقى انا كده بسخن بزود درجة الحرارة فلما زود درجة الحرارة يبقى زود سرعة التفاعل الايه الكيمياء اذا بتفائد من سيوكا بريتات السوديون في المحلول الف يبقى حضرتك كده بتزود التركيز وزيادة التركيز بتزود سرعة التفاعل الكيمياء زيادة تركيز المحلول باء يبقى انت زودت سرعة التفاعل الكيمياء نقول هم تاني اضافة مية الى المحلول باء يبقى انت بتعمل تخفيف تخفيف يبقى انت كده عملت ايه قللت التركيز يبقى قللت سرعة التفاعل مزودناش يبقى كده قللنا سرعة التفاعل هو هنا عاوز يزود بقول لي لان يؤدي الى ازدياد يبقى هنا التخفيف نقص سرعة مزودهاش يبقى ده ده فينا برفعة درجة الحرارة يعمل زيادة في معدل التفاعل اضافة المزيد في جيم مدال يعني زيادة التركيز بتزود سرعة التفاعل الكميان ونروح بعد كده للسؤال رقم 52 بقول للشكل المقابل بيوضح العلاقة بين حجم غاز ثاني اكسيد الكربون المتصاعد والزمن عند تفاعل كربونات الكالسيوم مع كمية وفيرة من حمض الهايدروكلوريك يبقى التفاعل بتاعنا لو فعلته مع هيعطي زائد 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 جايب لتجربتين تجربة واحد وتجربة اتنين تجربة واحد لو لاحظت ان معدل التفاعل كان سريع يبقى انت مثلا هنا كان في عندك حاجة بتزود سرعة التفاعل كيميائي اما التجربة اتنين كان التفاعل بطيق فيها شوية فبقول لي نختار ايا من ميالي صحيح تم اجراء التجربة تفاعل في التجربة اتنين عند درجة حرارة اعلى تجربة اتنين ابطأ يبقى درجة الحرارة كانت اقل يبقى الاولى مش نافعة طيب نشوف اللي بعد كده تم تكسير قطعة كربونات الكالسيوم في التجربة اتنين الى قطع اصغر يعني زود مساحت السطح فالمفروض لو زود مساحت السطح كانت سرعة التفاعل بقت اكبر بل كلام دا ما حصالش فمش نافعة نروح لجيم تركيز الحمض المستخدم في التجربة واحد اعلى من تركيز الحمض المستخدم في التجربة اتنين ايوا التجربة واحد كانت اسرعة في التركيزات فيها كانت عالية innovative الاختيار دا صحيح توب كتلة كربونات الكالسيوم المستخدمة في التجربة واحد اكبر من كتلة كربونات الكالسيوم القتلة مش هتفرق معنا هنا كتلة كربونات الكالسام المستخدمة في التجربة واحد بقول اكبر من التجربة اتنين ليه الكتلة مش هتفرق معانا لان حضرتك التفاعلين انتهوا عند نفس النقطة ده معناه ان كتل المتفاعلات كانت متساوية مفيش واحدة اكبر من التاني لان لو كتلة كربونات الكالسام كانت اكبر في التجربة اتنين كانت النواتج هتكون اكبر في التجربة اتنين ولو كتلتها اكبر في التجربة واحد كانت النواتج تبقى اكبر يبقى حضرتك الاجابة ده المش هتنفع ليه مش هتنفع لان الكتلة بتاعة المتفاعلات لو زيادة كتلة النواتج هتزيد واحنا عندنا كتلة النواتج في التجربتين متساوي يبقى ده كمان مش نافع نروح بعد كده لي السؤال رقم ثلاثة او خمسين بقول في الشكل المقابل جات لوحيد هائية خلي بالك بقى عشان تعرف الفرق ما بين السؤال اللي احنا لسه حلين الوقت والسؤال رقم ثلاثة وخمسين شايف اكس ها النواتج بتاعتها اكبر يبقى كتلة المتفاعلات كانت اكبر على طول كده بقول لي يعبر المنحنة اكس عن حجم غاز الهيدروجين المتصاعد من تفاعل واحد جرام من قطع الخرصين مع وفرة من حمض قوي عند تلاتين درج ويعبر الشكل واي او المنحنة واي عن تفاعل نفس الحمض بس هنا كمية النواتج قليلة فهنا لو انت شفت الفرق هتلاقي المساحة دي تقريبا قد المساحة دي خلاص كده يبقى خلي بالك ان واي النواتج بتاعت واي نص نواتج اكس يبقى المادة المتفاعلة في التجربة واي كانت اقل من المادة اكس بمقدار النص وكان هنا ايه لواحد جرام يبقى هنا كده نص جرام بقول لي واحد جرام من مساحة الخرصين هقول له لا هنا واحد جرام هقول له لا هيبقى ايه هيبقى نص جرام تمام كده طب انا عندي جيمو دال النصاص هقول لك وماله طيب هنا بقى تخلي بالك عشان تشوف معدل التفاعل شوف بداية التفاعل هنا كده واي كان اسرع من مين النقطة دي هما اللي كانوا مشتريكين فيه واي كان اسرع من اكس اذا كان تفاعل واي عند درجة حرارة اعلى يبقى نختار له الاختيار ايه جيم طيب نروح بعد كده للسؤال رقم اربعة وخمسين بيقول هنا في التفاعل المتزن التالي هنا عطلنا الانيرجي فين في المتفاعلات يبقى التفاعل بتاعك تفاعل ماله موس بولي يزداد انحلال كولورات البوتاسيوم يعني عاوز التفاعل ينشط طردي ده تفاعل موس هنقول له تسخينه بترضي تبريده عكسي هو عاوز ينشط طردي بيحنا لو لقنا تسخين يعني رفع درجة الحرارة نختارها بولي اضافة المزيد من كولورات كولوريد البوتاسيوم كولوريد البوتاسيوم مادة صالبة لو زودنا منه حاجة مش هيأثر فيه سرعة التفاعل اضافة المزيد من الاكسجين هتخلي التفاعل ينشط عكسي رفع درجة الحرارة هنقول له اي ورافع درجة الحرارة لبل اختيار جيم نروح للسؤال 55 بولي العبارة الصحيحة المعبرة عن التفاعل المتزن التالي عبارة صحيحة بتعبر عن التفاعل المتزن التالي تفاعل بتاعنا دلتا ايتش بتاعته بالسالي بتفاعل بتاعنا تفاعل ايه طارد تكتب كده طارد تبريده طاردي تسخينه عكسي طيب بولي هنا زيادة تركيز غاز السي او يزيد من قيمة الكيسي هقول له لا قيمة الكيسي لا تتغير الا بتغير درجة الحرارة طيب بعد كده بولي رفع درجة الحرارة يزيد من قيمة الكيسي تفاعل بتاعنا تفاعل طارد قلنا تبريده طاردي تسخينه عكسي يبقى انا لو سخنت هننشط التفاعل في الاتجاه العكسي فلما ننشط عكس قيمة الكيسي تقلي مش تزيد وكمان عند علاقة عكسية ما بين قيمة الكيسي ودرجة الحرارة في التفاعل له الطار يبقى كده برضو هنعمل ايه اكس يبقى مش نفع عشان كلمة ايه يزيد المفروض يقلل خفض درجة الحرارة يزيد من قيمة الكيسي يبقى احنا قللنا درجة الحرارة زادت القيمة الكيسي يبقى نختار له الاختيار جيم وحضرتك بقى تكتب العلاقة دي توجد علاقة عكسية ما بين الكيسي ودرجة الحرارة في التفاعل له الطار تأكد ان ده الخطأ بقوله خفض تركيز الان اي سي او فور اللي هو الناتج خفض تركيزه يقلل من قيمة الكيسي احنا قلنا التركيزات لا تؤثر في القيمة الكي اي سي يبقى ده الخطأ نروح للسؤال رقم 56 بقوله قيمة الكيسي لتفاعل متزن تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة تتناسب عكسي لسا اي لنها يبقى التفاعل بتاعنا تفاعل ايه طارد طاقة المتفاعلات اكبر من طاقة النواتج التفاعل الطارد اهان شباب متفاعلات اكبر من النواتج يبقى الاجابة بتاعتك هتكون الف صحيحة اتأكد بقى من الباعي بقول لطاقة التنشيط او طاقة التفاعلة تبقى باشارة مجابة لا قدلت ايتش بيكون باشارة سليبة عشان التفاعل طارد طاقة تنشيط التفاعل الطاردي بتبقى اقل من طاقة تنشيط التفاعل العكسي ما لاش علاقة ليه لان حضرتك بص كده معي انت عندك ده اسمه طاقة تنشيط التفاعل العكسي هنا ودي طاقة تنشيط التفاعل الطاردي يبقى طاقة تنشيط التفاعل العكسي اكبر يبقى العلامة دي اتخطأ وروح بعد كده التفاعل العكسي طارد للحرارة التفاعل العكسي هيبقى ماصح نقولنا الطارد طارد يبقى العكسي ماصح نروح بعد كده للسؤال رقم 57 آخر سؤال في حلقة اليوم بيقول هنا في التفاعل المتزن الآتي كانت قيم مختلفة للكيسي عند الكيسي كانت عنده 500 بتساوي 1.26 من 100 فى 10 أس سالب 12 هنا عند 298 كانت بتساوي 98 و 99 من 100 فى 10 أس سالب 12 10 أس سالب 12 زى 10 أس سالب 12 قرن الرقمين 1.26 ولا 8 و 99 أكبر لا 8 و 99 أكبر هتقول كده درجة الحرارة هنا ايه انخفضت يبقى عنده خفض درجة الحرارة زادت قيمة الكيسي يبقى التفاعل بتاعنا تفاعل ايه طارد للحرارة طيب قولي هنا فهذا يعني ان تكوين HBR تكوين HBR اللي هو العكس ده نحن التفاعل هو ماشي كده طارد نحية الثانية هيبقى ايه ماص بقول لي تكوين HBR طارد للحرارة عفوا شباب تكوين HBR طارد للحرارة هقول له لا تكوين HBR ماص بديات خطب تكوين HBR ماص بديات صح يبقى احنا دلوقتي عنده ده لما اجي اتكلم على تفاعل وقول تفاعل طارد يبقى اصد التفاعل ايه لاتجاه الطارد بتاعه والاتجاه العكسي هيبقى عكسه في درجة الحرارة يبقى الاجابة بتاعتنا بقى زي ما قولنا طبعا هنا بقول انحلال HBR طارد للحرارة تمام انحلال HBR طارد للحرارة يبقى اتجاه تفاعل الطارد كمان طارد يبقى الاجابتين بوجهم صحتان يبقى الاجابة دال هي الاجابة الصحيحة يبقى انشيل دي وانشيل ديال ونختار له الاختيار دال وكده انبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة بالتوفية شباب فيما وقادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته